ولذلك أنا أقولكم الإمارات تخرج من 2020 براية بيضاء بإنجازات تاريخية إنجازات ليست محلية وإنما إنجازات إقليمية ودولية الإمارات في 2020 اتخذت قرار استراتيجي بإعادة النظر إلى استراتيجية التعامل مع عزمات المنطقة وحللت هذه العقود الماضية والأزمات التي تمر بها المنطقة ووجدت أن تكرار نفس الحلول ونفس الأساليب لن يوجد حل ولذلك اتخذت قرار السلام وتبنت مشروع السلام قرار صعد قرار كان يمثل تحدي كبير لكن قيادة تملك الرؤية الاستراتيجية تملك الشجاعة لاتخاذ القرارات التي تخدم الإمارات وتخدم العرب وتخدم السلم والاستقرار الإقليمي والدولي وتدرك أن لديها ثقة في إمكانياتها ثقة في شعبها ثقة في صناعة نموذج جديد للمنطقة يفتح آفاق للسلام السلام للجميع السلام الشامل السلام اللي في نهايته الجميع سيحصل على حقه